يفهم ستناف يفهم ستنافع ويجعل تقص ومعادلات الحرارة كما استنسنا بهم قبل ذلك خليني وقبل ما تجينا ألفا في أحوال الطرقات نستقبل أناس بن ملك مرحبا سبع الخير ملك مرحبا بمستمعين كل سمعتك البارح قاعدة تابع بالكدير في الكنفيرانس فالنتائج النهائية حاضر نيوم تعرف كان التشويق على أشد ومعنتها وانت البارح ماكش عارفها وانا وانا خدك نهنيك ربش يتعدى ما نعرفش فالشكوك بتاعك وانا قلوا ليه ثم فارثيتين كل ليه معروفش يتعدى الدستور ليه لكو بعض المشاككين معناتها اش يمنى فيهم تفاصيل كل ذلك مش تكون بعد قليل مع محمد كيليم نصري الناطق الرسمي باسم هيئات الانتخابات يكون حاضر معانا عبر الهاتف لكن قبل ذلك نوصل وثمانية وخمس لاشا نتقيقة وقايت لنفوت خافيك مع ألفا ورجيناك نبدأ بالخبار الأول اللي هو إعلان البارح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للإستفتاء 25 جويليا وحسب ووفق مقتضايات الفصل 139 من الدستور فانه هذا الدستور الجديد يدخل حيزة تطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي على نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحنا الأكثر تفاصيل حول هذه أو هذه النتائج بالأرقام والمؤشرات مع محمد تليني المنصري ناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرحبا بك سبح النور سبحانه خير مرحبا بك سيد ليلي المنصري شنوذ نجم تقول لنا على هذه النتائج النهائية مرحبا بك هو في الواقع هو احترام للآجال بعد ما وقع في كل الأحكام والطعون لداء المحكمة الإدارية أصبح تباتة ونهائية بالتبات الحال وهناك حتى وقع التسريع في الآجال باعتباره أن هناك طعن وحيد وقع فيه الاستئناف طعن أفاق تولس وللجالسة العامة قررت أن يكون المفاوضة تصريح بالحكم يوم أمس وهو ترفض شكلا هذك عليش نحن في قانون يمكننا من 48 ساعة من التصريح بالنتائج النهائية بعد بلوه آخر حكم لها من الجالسة العامة المحكمة الإدارية وهذا ما حصل نحن في نفس التوقيت قمنا بإعلان النتائج النهائية طبقا للآجال المحددة بالرزنامة هكذا تكون الأحكام كل الأحكام المحكمة الإدارية صدرت وأصبحت باتها كذلك فهيئة العلية المستقبل الانتخابات احترمت كل الأجال وصرحت وصدقت أولا على هذه النتائج بمجلسها المنعقد اليوم أمس وفي نفس الوقت صرحت بهذه النتائج وحسب القانون وخاصة فصل 48 في هذا الحال اللي هو يدخل حيزة النفاذ بمجرد الإعلان النهائي على النتائج بالنسبة للهيئة العلية المستقلة للانتخابات بعد استنفاذ بقية الشروط الشكلية المتنسلة في ختمه من رئيس الجمهورية وكذلك الإذنة بنشره بعدد خاص بالرائد الرسمي وقدش تتوقع تم العملية هذه؟ أنا ما عنديش الفكرة لكن نتصور وأنه ما نتصورش يفوت اليوم معناها بش يوقع نشره بالرائد الرسمي هذه الشكلية الوحيدة المزال الأعلان نحصل من نهائي النتائج ووقع نشر قرار التركيب للهيئة نتعال نتائج بالموقع الإلكتروني للهيئة وكذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبقي فقط شكلية ختم القانون وأنه نشره بالرائد الرسمي بشكل يدخل بصفة رسمية حيز النفاذ هذا فيما يخص استفتاء 25 جوليا ودسور الجديد تعرف البلاد تنتظر المسار ما زال متواصل محمد للنصري وننتظر استحققات انتخابية قادمة ونسألك هل بدأت الهيئة تضبط في رزنامة المواعيد المقبلة بدأت في الاستعدادات المداحة ولا ما زالت الواقع هو أن الهيئة بدأت بالخطوط العريضة لماذا؟ تخدم في مرحلة التقييم العام وخاصة أعداد تقرير المسار متع الاستفتاء لأن القانون يجبرنا وأنه في ظرف ثلاثهين في ظرف ثلاثة أشهر عفوا يذننا قدموا تقرير الاستفتاء في إطار تقييم عام من جميع مراحله باش هكا يكون على ذنة العموم باش يطلعوا على كل التفاصيل التفاصيل متع المرحلة متع الاستفتاء اللي نحب أن أكدوا عليه هو أن هناك عدة جوانب قمنا بها ونجموا حتى نستحقوها في المحطات القادمة أهمها خاصة للعنصر البشري اللي وصلنا أن تدبنا تقريبا بمقتضاء عقود محدد المدة أكثر من سبعين ألف شخص قعد تكوينهم وثم نشكون أصل حتى موجود معناها هم متكونين هذا عنصر بشري على الأقل جاهز وحاضر مش باش نعاودوا معناها نخسروا به وقت برشة في المرحلة القادمة كذلك الجانب التشريعي باتبعة الحال قرارات ترتيبية هناك العديد القرارات اللي وقعت إعادة سياغتها وهناك قرارات ترتيبية وقعت تنقيحها لجانب التشريعي كذلك في جانب كبير بأنه ينجم يكون جاهز فقط باش تكون هناك بعض التغييرات على ذو المرسوم المرتقب الجديد نحن كهيئة جهة استشارية قانون يجبر ويلزم الجهة الماسكة بسلطة الشرعية بضرورة استشارة الهيئة في كل من هو علاقة بالمسار الانتخالي من المؤكد أنه باش تكون لقاءات مع رئيسة الجمهورية بخصوص ضرورة التسريع بإصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات التشريعية لأنه احنا كمجلس هيئة من نجموشا صادق على رزدامة إلا بوجود نصف قانوني وسند قانوني للمراحل القادمة بالنسبة للانتخابات وهذا من المؤكد أنه باش يحصل هذا بالإضافة إلى قانون انتخابي محمد ليلم نصري نحن في انتظار القانون الانتخابي هذا هو قانون انتخابي هذا هو اللي نحكي عليه ضوط وجود مرسوم يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد على ضوط السور الجديد ببقاءة الحال وهذا باش نتفادو به خاصة ضغط نطاع الوقت لأنه هناك عدة مسائل فنية وتقنية احنا مطالبين باش نعطوه فيها رأينا خاصة بالنسبة لتقسيم دوار الانتخابية بالنسبة للسجل الانتخابي بالنسبة للسجل الانتخابي مطولا في وقت سابق وكي الرد عليها حتى سامي بن سلامة عبر تدوينات او تصريحات اعلامية تركيبة الهيئة ايضا المنقوصة حاليا اولا نحب ان اكتو عليه وكوني راية تركيبة معنا لا تمثل بالنصاب القانوني اعتبره النصاب القانوني هو اربعة لالتئام المجالس والتصريح واللي مصادق عن القرارات هناك عضو استقال وتمت كل الاجراءات الشكلية في شأنه ونحن بسد انتظار سد الشغور من رئاسة الجمهورية حسب الاجراءات المعمول بها لباش تمثل في تقديم الترشحات من قبل المنزل القضاء العدلي ويقع اختيار احد المترشحين هذا في الانتظار وجميع الشرطة الشكلية وقع وتم استفاءها اثنين بالنسبة للعضو الثاني الذي وقع تجميده نحن تعاملنا مؤسستين اولا ملفه مودع لدى رئاسة الجمهورية في خصوص النظر في الاعثاء والسلطة التقديمية تققى لرئاسة الجمهورية باعتحاد وكذلك ملفه موجود بالقضاء وهو اللي بيش يفصل في الموضوع شكرا لك محمد تليل النصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اذا الدستور الجديد انس دخل حيز التنفيذ وتخلنا يظهر لي في مرحلة جديدة تخلنا في مرحلة جديدة تخلناها من من 25 جويلة 2021 طبعا هذا البروسيسوس هذا المسار يتواصل نفكروا لي ولو انه دستور جديد تخل حيز التنفيذ لكن في المجال التشريع وهذا المهم يتواصل العمل بالامر عدد 117 22 سبتمبر 2021 رئيس الجمهورية معانا تخلون بالعمل التشريعي بواسط المرسيم وهذا هو المهم سيتواصل هذا الامر الى حين انتصاب المجلس النيابي وذلك جديد متاع الأقاليم والجهات مجلس الأقاليم والجهات لكن مش يكمل توا رئيس الجمهورية كهو المشرع الأول والوحيد دونك مش يتواصل المسكو بكل السلطات الى حين انتصاب المجالس النيابية سياسيا كيف اشترا في المشهد القادم أنس بن ملك هو غير واضح غير واضح بتباعه معاناش قانون الانتخابي اااا perafidi معاناش قانون الانتخابي معاناش كيفية تشكل الاحزاب حياة الانتخابي سيثبت حياة او موت الاحزاب بش يكون فهم أحزاب في تونس وقال علىقل فهم احزاب في تونس بش يكون عندها دور ولا لن يكون لها دور هل بش تظهرش جسيمات جديدة هذو ممتع التجمعات في أشكال أخرى غير أحزاب تنسيقيات منعرش هنا جبهات جبهات حاجات جهوية في محلية في لجان حماية الوطن منعرش حاجات أخرين ياما مش في إطار حزبي هذي بشوريون القانون الانتخابي لكن طبعا نستنعو في القانون الانتخابي نستنعو في النتائج ونستنعو في تعامل رئيس الجمهورية مع هاته الأجسام اللي عندها دور آخر اللي هي المجلس الخاصة المجلس النيابي هل بشيكون فما السيطرة لرئيس الجمهورية ما كان وقت بنعليه يقدم مشروع قانون يتعدم ولا بشيكون فما بالتالي تسأل على دور المعارضة اللي استنسنا بها تكون موجودة في البرلمان اللي تبدي رأيها وتعترض بشدة على بعض مشاريع القانون اللي تشوفها هي ما فيهش صارح فما المرحوم اللي توفى اللي يتعدى في تالبزة وقت بنعلي الجيلاني دابوسي النائب جيلاني دابوسي عنا التجمع دستوري ديمقراطي كان في ويوريه في التالبزة كيفاش يبدأ يعارض في القوانين العلاقة ما نعرف ويش كفي بشي جي ذي المشهد قاعد يتشكل بتبيع النظام الجديد قاعد معناتها يمد في عروقه بشوية بشوية ونشوفوا شنو التطور ننتاج مواصلين دابغيف فقبل ذلك نصو ثمانية وثلاثين دقيقة وقاية إيافهم كسبخيات معسل مهلاً ورجعيني لكم إيافهم أحلى غاديو ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة ما زلنا مواصلين معاكم نصو على الأخير من المتينة لليوم وخبارنا اتهزنا الجرجيس ميناء جرجيس هنس بالتحديد والأخبار الجديد إحباط تهريب 14.45 14 كيلو خلينا نقوله بش نبدأ وارحين 14 ونصر ولكيل أسمع يا راول الجرام بحسيبه من الكوكاين في ميناء جرجيس عملية حبطتها الديوانة التونسية كيفاش صارت العملية وقت اللي وصلت السيارة مشبوهة للميناء جاية من ميناء مارسيليا عندها ترقيم أجنبي يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج تم إخضاحها للتفتيش وقت اللي شكوا فيها وتم العثور بداخلها عليه 14 صفيحة توزن إجمالا 14 كيلو و450 جرام من مادة الكوكاين ونلقاها تحت محاولة والسرعة وبالتالي هذا هو بالتحرم على المشتبه فيه هذا التونسي المقيم بالخارج يقول أنه بش يقوم بتسليم السيارة لأحد الأشخاص المقيمين في مدينة من مدن الجنوب التونسي هذا تقريباً اللي عندنا والمعلومات المتوفرة حول العملية هذه كمام كمية كبيرة وهذا يعني أنه تونس ولت معناتها سوق في استهلك الكوكاين استهلك كوكاين في السنوات الأخيرة وتجارة أيضاً إذا كان نحكيه على 14 ونس بتبيعة وتجارة من نجي خاطر طلع استهلك الكوكاين في تونس في المدة الأخيرة تلع برشة خاصة في الأوساط الثارية الأوساط اللي اللبس عليه وحتى ساعات واحد معناتها متوسط لكن الفلوسه تمشي في الكوكاين تصور معناتها من فرنسا ما يبيعاش في فرنسا ويجي بيعها في تونس معناتها سوم المادة هذه في تونس شكراً للديوانة اللي قامت بيكشفوا أحباط هذه المحاولة مهم جداً العمل الديواني إماجين لقدر الله كندخلت الكمية هذه وتساربت للأسواق التونسية كمية كمية كبيرة برشة كما قلت أنت نحكيه على الجرام متين تلاثمائة دينار 400 دينار ما تسويم أذيك عليه ما يبيعاش في فرنسا في فرنسا أرخص من تونس أذيك عليه يبيعها لتونس بشي يربعه أكثر نحكيه على أخبار آخر الوكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية تحذر التوانسا من حملة تصيد جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة منها الفيسبوك شنو الهدف منها الحملة هذه تقول لك استدراج المستعملي الشبكات المعلوماتية مواقع التواصل من خلال إحداث نماذج مزيفة تنسب إلى البنوك أو المؤسسات المالية ردوا بان ردوا بان لأن المؤسسات المالية والبنكية ما تحطش ما تحطش لها على الفيسبوك وفي صفحة ويكيليكس من عرش تونس دنك في صفحات المشبوهة ولا حتى ردوا بان راو تنجم تحط المعلومات تمتعك الكل تحط الكارتة تمتعك نمروها والرقم السري وتحط الموتباس متاعك الكل هم يتحفظوا وينجم يسير لك معانت تحويل الأموال وفرغوا لك الكونت متاعك ولا حتى يدخلوا لك موتباس تولي حياتك الكل معانت مفروطة دونك نردوا بيننا ما ندخلوش كيكا خاصة العباد اللي مدفنش برشا في التكنولوجيا معانتها بحصن نية وبثيقة يدخلوا البنوك تعاملات المالية في البنوك عندها المجال المتاحة ما هيش في الفيسبوك وما هيش في الانستغرام وما هيش في الواتساب كيفاش تتحقوا اللي الباج هذية فيك ولا لا تقول لكم وكالة الوطنية لسلامة المعلوماتية نشوفوا هاكي الباج بلو هذيك الشارة الشارة التحقق الزرقة وتقول لك تسام بلو مدخس تليفون تتصل بالبنك ولا المؤسسة البنكية اللي اللي هي موجودة موجود اسمها أو تنتحل اسمها صفحة هذية بشكل كيك تتأكد إنه صحيح ولا مش صحيح يتصيدو وقال لتدخل الصفحة الرسمية تحط مثلا اسم البنكة وتخرج لك الصفحة الرسمية تشوفوا مموافقة ولا ليه دوكلين هذيك صحيح ولا ليه هذية التحذير حبينا نوصلوه لكم بش ما ما تكونوش ضحية هذية التجاوزات على شبكات التواصل الاجتماعي نعم بش يقعدوا يتابعونا لعباتكم بش يقعدوا يتابعونا بش يقعدوا يتابعونا الناس كيبا قال لك كيبا قال لناس بن مالك وينمشي وتوا نحكي وعلا ولي تونس اللي قرر إيقاف إسناد الترخيص المتعلقة باستغلال الأكشاك وهون النقاش كان مختلف ثم اللي يقول لك أنا نساند القرار هذيك يزي من أعطاء الترخيص هذية وإسنادها بصفة عشوائية وتلمون والات منتصبة بختو دونك نون ثم اللي يقول لك ما ناش مع القرار هذي أو ضده لأنه ما ثماش موجب ليه وبرشة عائلات في حاجة إلى ذلك وبرشة بوارد رزق تكون عن طريق الأكشاك هذي هوا تارش ولا لا الأكشاك ولا معانتها الاقتصاد الريعي بتاع عائلة مو فقيرة عايش يعطيها كوشك ولا يعطيها رخصة بش تبني كوشك ولا باني كوشك بصيفة معانتها عشوائية ومبعد تحت أمر واقي يعطيها رخصة دونك وليت كل عشرة متر ومئة متر كوشك ولا ولينا معانتها الحقيقة المنظر الجمالي متاع العاصمة وعديد المدن في المتنية وتونس الكبرى ولا تيسر فيها أكشيك خاصة معانتها كي ما تبداش مع متناسقة مع التابع المعمري للمكان ذك معانتها تلقاها في العاصمة التيراز الأوروبي هي مبنية بالكنتول وتقاها في التيراز في المدينة في التيراز كذلك التونسي تلقاها مبنية من عرش بي جمالية المدينة تونس ومدن كل في تونس العاصمة في الجمهورية التونسية الكل هم فما ياسر فما أكثر ما يلزم من الأكشيك فهمتني أنا الخيقة مع القرار هذا رأوا مش معانتها رأوا العائلات المعزة ذوك ما تنجمش اخلقاهم بديل 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 برشة عائلات تسترزق من الأكشيك وانتي عندك سبع لاف كشك يتعمل 14000 السبع لاف زاد الموجودين يولي ذاك مورد رزق يولي المصاريف أكثر من المداخل هي ثم إجراءات تجديدة أعلن عليها ولي تونس كمال لفقي في مسألة إسناد وكيفية إسناد التراخيص هذية يقول لك لك يصير القرار هذية عن طريق لجنة جهوية تبعث للغرض تحدد الموقع الذي يصير فيها الكشك هذية ويتم إحداث لجنة الكشك في أي بلاسة الموقع بيش يكون تحت الدراسة وقايد دراسة لجنة جهوية تبعث للغرض هذية يجب يكون با كلما تلجنة بقي تخلق راي عنا حساسية كبيرة هذا يجب يكون ونختم بالاخبار الأخير نهزك الكوريا الشمالية كوريا الشمالية كوريا الشمالية كوريا كيم كيم اي شناجم يعمل كيم برجا حاجات الحاجات اللي عمل هم كيم القوة اللي متجمش تخيل كوريا الشمالية تطلق زوز صواريخ كروز اليوم الاربعة وفق ما نقلت وكالة فخانس بخاس عن وزارة الدفاع في سيول وتقول هو أول اختبار السلحة تجري بيونج يانج منذ أسابيع أي شو قولك السيد هذا معنات مسايب وزيد تعرف فما توطر كبير في بحر السين والسين تعمل في مناورات على حدود تايوان هذا تابع معنات اللعبة الدولية وأنه الكوريا زادة تصيب السواريخ وتعمل تجربة وتقعد تهدد في الجيرين خاصة جارتها كوريا الجنوبية واليابان وهي حليف السين هي فقط نذكر اللي كوريا الشمالية ما أجراتش اختبارات على سواريخ كروز بموجب عقوبات الأمم المتحدة تونك عندهم دايدا نوك رجعتمزوز رجعتمزوز شكرا لك أنس بن مالك كانت كانت تابعي دي بغيف معاك نمشي مباشرة لضيفنا اليوم مهابل جاروي عن منظمة أنا يقض بش نحكي وعلى البلغات على مواقف منظمة أنا يقض من لقاعة ساير في البلاد في الواتوال صباح النور مهابل جاربي أهلا سهلا صباح خير من لك شكرا لك شكرا لك على تلبية الدعوة نبدأ بجديد مهابل نبدأ بما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية وبالتالي مرور ودخول الدستور الجديد تحيز التنفيذ وذلك بعد بت المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة وكننا قول الطعون المقدمة نقول زوس الأحزاب نقول حزب أفاق تونس الشعب يريد لكن أيضا نقول أنا يقض صحيح يعني بطبيعة الحال أنا يقض قامت بالطعن في نتائج قرار الهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات المتعلقة بالأعلن عن نتائج استفتاء 25 جويلة كنا تعانى في نتائج الاستفتاء على اعتبار انه اعتبار انه ما كانش فما تكافأ فرص بين القايمين بحملة سويا ما كان معا او ضد الدستور وكذلك تعانى في حياد الإدارة وعدم استقلية الإدارة خلال فترة الحملة الانتخابية وكذلك كنا تقدمنا بشكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية وضد الممثل القانوني غير المستقلة الانتخابات من اجل قيام بحملة داخل الإدارة واستغلال الإدارة من اجل قيام بحملة سابقة لأوانها وكذلك حملة غير قانونية لحفظ الناس لتصويت بنعم على مشروع الدستور مع العلم انت تقول غير مستقلة بالنسبة لكم لكن الالبط في هاته التعون كان من قبل المحكمة الادارية وهي اللي كان لها الكلمة الأخيرة قبل صدور هذه النتائج النهائية مهاب القروي هل تشك يكون أيضا في المحكمة الإدارية هل هي قرارات صدر عنها الحقيقة شوف معنا احنا من لول قلنا نحترم القرارات القضائية بالرغم من تحفظنا وبالرغم من اعتبارنا انه المحاكمة التونسية خاصة في القضايا السياسية لطالما عبرت عن عدم استقلاليتها وعدم احترامها لمبادئ القضاء والعدالة خاصة وكذلك اعتبرنا انه توجهنا للمحكمة الإدارية او لأي محكمة في تونس هو توجه لتسجيل موقف وكذلك للتاريخ باش ما يجيش نهار ويقولوا انه سكتنا ولا كتفنيدينا ولا قعدنا نتفرجوا اليوم توجهنا للقضاء مع علمنا المسبق بعدم استقلالية وعدم حياد يعني المرفق القضائي او السلطة القضائية وهذا مش جديد يعني مش خطرنا احنا عارفين رويحنا كما يقول احنا من اللول باش نخسر القضية او باش تتيح القضية لا احنا امنا بحظوظنا بالرغم من اعتبارنا انه المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة الإدارية نفسه يعني لتالما يعني خليني نقوله يعني خرق يعني مبدأ اساسي في المحاكمة العادلة هو مبدأ يعني احترام القرارات القضائية ومبدأ احترام خاصة القضاء الإداري الذي لطالما يعني وقف صد منيع قدام بن علي في الدكتاتورية نعرف الناس كل انه المحكمة الإدارية كانت يعني صد منيع امام يعني القرارات تعسفية للسلطة التنفيذية وكذلك اعتبرنا انه المحكمة الإدارية اليوم للأسف يعني لا تلعب دورها الأساسي في حماية حقوق المواطنين ضد تغول الإدارة وضد الإدارة وتشوفوا الناس كل يوم يعني القرارات اللي تم إصدارها محكمة الإدارية جلها تم إسقاطها لاعتبارات شكلية ما تمش النظر في مضمون سواء كان التعنى متعلق بمنظمة ناياقذ أو التعنى متعلق بحزب أفاق تونس تم إسقاطها لأسباب شكلية والمحكمة الإدارية لم تنظر في الأصل يعني مضمون الشكيات وفقط يعني بقيت تنظر في شكليات يعني مجرد اليوم الدستور الجديد مهاب القربي تخل حيزة التنفيذ موجب الفصل 139 من هذا الدستور الجديد إذن منظمة ناياقذ كترف في المشهد التونسي يوم تمثل المجتمع المدني ترقب عن كثب كيف يكون دورها وكيف ستتعامل أصبح أمر واقع اليوم حتى رغم الطعون اللي قدمتوها رغم موقوفكم اللي عبرتوا عليه في أكثر من سياق خلال الحملة أو بعد الحملة اليوم أصبح أمر واقع كيف ستتعاملون معه هو أنا نعتبر أن الدستور هذا يعني دستور وقتي وبيش يجي نهار وبيش يتم إلغاؤه وبيش يتم الرجوع إلى الحوار والتشاركية وكذلك بش يتم مراجعة الدستور هذا مرة أخرى شكل مشي ألغي هذا بما أنه لا يحظى بشعبية كبيرة متنسوش اللي تقريبا سبعين بالمئة من التوانسة اللي مفروض يصوتو ما صوتوش على الدستور هذية سبعين بالمئة من التوانسة ما يعني همش الدستور هذا وكذلك نعتبر أنه الدستور هذا لم يحظى بيعني خلينا نقوله موافقة سياسية أو موافقة يعني خلينا نقوله إجماع سياسي حول فكرة التوجه إلى الشعب التونسي بفكرة مشروع دستور فنعتبر أن الدستور هذا هو دستور قيس سعيد وكل مشروع فردي ما قاله الزوال وكل مشروع فردي سواء كان دستور أو نظام حكم أي حاجة تبنى على الفرد فبزوال الفرد سيزول هذا الدستور مش ناخذ رأيك أيضا في مسألة النظام الانتخابي المنتظر كيفاش تتوقع أنه يكون لكن قبل ذلك نصف ثمانية وصبع عربين دقيقة على إيافا محلى غاديو فاصل ثماناوت إيافا محلى غاديو ثمانية وتسعة ورمين دقيقة مرحبا بكم ما كنتون ذكركم اللي ذي في اليوم في الوانتوان هو مهاب القروي المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقذ كنا نحكي وعلى نتاج النهائية على التعون على المحكمة الإدارية أنا يقذ تاويكا كيفاش تشوف المسار القادم خاصة ونحن بسدد انتظار صدور النظام الانتخابي الجديد اللي على ضوء التشريعية في آخر في الثين وعشرين هو الحقيقة يعني الإجابة هي نفسها منذ 25 جولية الفين وعشرين هو المسار أو المستقبل الغامض كما تعودنا من 25 جولية الفين وعشرين إلى اليوم ما عناش خارط الطريق واضحة بالرغم من أنه رئيس الجمهورية قال وعد أنه بشكون فيما انتخابات تشريعية يوم سبعة 17 ديسمبر الفين وثين وعشرين لكن نتفاشق البارح بالنطق الرسمي باسم الهيئة عليا غير مستقلة الانتخابات سيدلي منصري وقتلي قال اليوم الهيئة ما عنداش رزنامة واضحة للانتخابات القادمة أو المعايد الانتخابية القادمة وهذا خلينا نقول إشكالية كبيرة لأنه الهيئة عليا قامت بتجميد أعضاء الهيئة الفرعية اللي قاموا بالإشراف على الاستفتاء فتم تخازو قرارات في الأعضاء الهيئة الفرعية ذو ما القرار لول هو يعني إعفئ أو عزل بعض الأعضاء الهيئة الفرعية نظرا حسب ما تقول الهيئة لعدم كفائتهم وعدم نزهتهم والنقطة الثانية تم تجميد من رأت الهيئة أن فيهم الكفاءة والنزهة سألت منذ قليل نفس السؤال كان ضيفي محمد ليل بن نصري يقول لي مثلا مش إشكالية على مستوى التركيبة لأنه النصاب القانوني مكتمل حتى رغم غياب أو تجميد عضوية سامي بن سلامة لا 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 نحكي عن هيئة الفرعية آه دكعو الهيئة الفرعية كما بن عروس أريانا منوبا قروان دونك الهيئة الفرعية هذه المفروض فيها يعني إدارات فرعية للهيئة علية مستقلة غير المستقلة للانتخابات مفروض أنه الهيئة الفرعية هذه تبدأ في التحذير للسحققات الانتخابية القادمة وانت مصدقت ربي يقول واحنا لقيت أعضاء هيئة فرعية باش يشرفوا لك على الانتخابات فمن المستحسن أنك تتصحفظ على الناس هذوم ودعمهم ودعم يعني مجهوداتهم أو موارد الموضوع على ذمتهم فالهيئة بما أنه يعتبروا ما عندهمش يعني رؤية واضحة للمستقبل وللمحطات الانتخابية القادمة فقاموا بتجميد عضوية يعني العضاء الهيئة هذوم ما شو معناها معناها مهمش بش يأخذوا مرتبة مهمش بش يأخذوا يعني يعني شهيري فبالتالي بش بش يلوجوا على خدمة أخرين وبسعيب شرقنا رحك نفس تعود في نفس المسار اللي بديته ملول فاليوم خلينا نقولوا ما عناش رؤية واضحة للرزنامة الانتخابية الهيئة كيف كيف ما عنداش رزنامة واضحة واليوم ما نعرفوش القانون الانتخابي شنو بش يكون فيه بالضبط ما نعرفوش القانون الانتخابي هل بش يكون فيه اقصاء لبعض الأحزاب أو بعض الشخصيات أم لا هل بش يكون فيه اقصاء الأحزاب اللي كانت مشاركة في الحكم نوعا ما أو كانت تنتمي أو ممثلة في برلمان ما قبل خمسة وعشرين جويل أو لا يكون كان بحكم قضائي بيت إذا كان ثابت تورط أي حزب أو أي طرف في أي جريمة كانت الاقصاء هذية ما نجمش يكون اقصاء سياسي وحتى الاقصاء القضائي زيدي كيف احنا قلنا وأكدنا أنه معناش ثيقة في القضاء خاصة في القضايا السياسية الراهنة والقضاء اليوم مع عدم وجود هيكل القضائي منتخب اليوم وزارة العدل كيف لا تحترم القرارات القضائية لأن البرح بلغ متول عن منظمة أناقذ تطالب فيه وزيرة العدل بالإذعان لقرارات المحكمة الإدارية القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء بنسبة لقوة 57 قاضي أو لبعض عدد منه صحيح نحن شفنا المراسلة التي كنت توجهت بها سيدة وزيرة العدل لرؤساء المحاكم الاستقناف وكذلك شفنا بلاغ وزارة العدل على صفحتها رسمية في الفيسبوك وقت اللي قالت أنه فم تتبعات جزائية ضد القضاء الذين تم إعفاءهم فاعتبرنا أنه للأسف هذا عدم احترام وإخلال بواجب احترام القرارات القضائية واليوم فمشكلية كبيرة اليوم في تونس مش من القرار هذا بالذات يعني إشكالية تقريبا في السنوات اللي فاتت أنه وقت اللي القضاء يصدر قرار ضد السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية في أغلب الحالات لا تنفذ أي قرار صادر ضد وهنا السلطة القضائية ما عندهاش أي طريقة أخرى من أجل انفاذ القرارات القضائية يعني قرارات القضائية تبقى يعني حكر على السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية في إنفاذ قرارات هذه وشفنا أحسن مثال اليوم هو قرار إيقاف تنفيذ قرار إداري قرار من السلطة التنفيذية صادر عن محكمة الإدارية وإحنا عبرنا عن تخوفنا من أن السلطة التنفيذية لن تنفذ هذا القرار وهذا لمسناه من خلال يعني استبطناه من خلال قرار يعني وزيرة العدل بإثار تتبعات جزائية ما نعرفوش لليوم هل هي تتبعات جزائية قبل صدور قرار إيقاف تنفيذ أم بعد صدور قرار إيقاف تنفيذ في جميع الحالات اليوم عنا قرار المحكمة الإدارية والقرار هذا يقول بصريح العبارة أنه ما يثبت أنه تتبعات جزائية ضد القضاءات المعافيين باستثناء سبعة جزائية فلليوم ما نعرفوش علش الوزيرة العدل وصلت التنفيذية ما قامتش بإجابة المحكمة الإدارية علش ما ما جاوبتوش المحكمة الإدارية على أسباب إعفاء القضاء اللي تم اتخاذ القرار بشأنهم يوم واحد جوان الفين وعشرين وعشرين إذا كان أنت فما حاشني إذا كان أنت ما عندك ملفات وقمت بتلفيق أو ملفات فهذا أمر خطير وإذا كان عندك ملفات وما قمتش بتوجيهها للمحكمة الإدارية وما قلتش هوا علش أنا قمت بإعفاء القضاء هذوما فهذا كيف كيف اختير برشا لأنه يعتبر تستر وعنى أشكالية كبيرة أشكالية سياسية لأنه تخلينا اليوم في شكوك حول مصدقية يعني الدولة هذه مصدقية دولة القانون المؤسسة التي نحبها وكذلك نعتبر أنه اليوم قرارات وزيرة العدل هي قرارات تعسفية إذا كان اليوم ثبت فعلا أنه فما توجه لعدم تنفيذ القرارات والأحكام القضايا المجر التنفيذ لمنظمة أنا يقض سويت للكلام اللي تقول فيه الكل وهناك العديد من الفرضيات مفتوحة الآن ما المطلوب المطلوب هو تنفيذ بكل بساطة والأمر بسيط جدا هو تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ وإرجاع القضايا إلى سالف يعني خطط امتاحهم أو إرجاعهم إلى سالف يعني العمل امتاحهم والقضايا هذو ما تعرف أنت يخذيوا منحة اللي تم أعلن عليها يوم 22 يعني 22 جويلية وقت اللي يخذيوا المنحة متاحهم بتاع الأعفاء يرجعوا المنحة اللي يخذيوها ويبشروا العمل بصفة عادية إلى حين البت في الأصل في المحكمة الإدارية وكذلك إذا كان فيما اليوم قضاة عن متتابعات جزائية وتتابعات تأديبية تأخذ المسارات التأديبية والجزائية متاحها بشكل عادي وإذا كان اليوم نحب نبعث رسالة للمواطنين أنه اليوم دولتنا هي دولة قانون مؤسس جاء لمكافحة الفساد ونعتبر اليوم أنه الفصل الثنين من قانون حماية المبلغين والابلاغة عن الفساد يعتبر أنه عدم تنفيذ الحكام القضائية هو الضرب من ضروب الفساد فليوم ما نحبوش وزيرة العدل يتم يعني مقاضاتها جزائيا من أجل تهم متعلق بالفساد لأنه عدم تنفيذ الحكام القضائية هو الضرب من ضروب الفساد ونحب اليوم نحكيه في المشاكل الأساسية اللي تهم المواطنين هي مشاكل اقتصادية اجتماعية اليوم عنا صندوق نقد الدولي عنا مشاكل اقتصادية وتضخم اقتصادي وتضخم مالي كبير برشا ما نحبوش المشاكل الجانبية هذه ومشاكل اللي ربما تم حلها يعني قضائيا اصدار قرار القضائي نحترموه نتعد دولي بعده وربما يعني علاش لمن كما قلو احنا من السوش لدولة قانون المؤسسات اللي نحبوها واللي نتمنى شكرا لك مهبو القروي المديرة التنفيذي لمنظمة انا ياقب كنت بيفنا اليوم في الوانتوان نحكيه قبل ما نختمه على الولت اللي تفتح ابواب الترسيم اذن افتتاح الترسيم بالجامعة الحرة التونسية الولت مع العديد من الاختصاصات والمدارس الموضوع على ذمتكم على غيرار لكل بولي تكنيك المعروفة جدا وليتعد من احسن المدارس في مجالها الى جانب جميع المدارس هذه عندها عدد كبير من الاختصاصات ومجالات تعليم اللي وضعتهم على ذمت الطلبة الراغبين في الالتحاق بها يقول وإلا على الواتاب على الجوال وهم يفسرون لكم بالتفاصيل الاجراءات والاختصاصات المتوفرة ثمانية وتسعة وخمسين نتقيقة هكا نوصل الختم ما تنالنا اليوم على اي افم احلى غاديو ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك ردو بالكم مسخانة شكرا لهيكل اسلامة في الاعداد نور في الاخراج اريش حمروني ايمن زروق اي افم تيفي سليم حمزة ايام ربح فالسيدة ليلة فرشيشي في الديجيتان رأو في الاحمر وما يماء الوسلاتي شكرا لكامل الفريق العام اللي معانا في المتينة الهذية احنا نرجع لكم غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت على اي افم احلى غاديو كونوا بخير